أبناء وأبناتي طلاب وطالبات الصف الأول السنوي الأعزاء أهلا بكم ولقاء متجدد مع سر التفوق نبدأ اليوم وفاكهة اللغة العربية والقواعد النحوية ودرس الإسم المقصور تسنيته وجمعه جمعا سالما وكلمة جمعا سالما بتشمل جمع المذكر السالم وجمع المؤنس السالم نشوف درسنا درس الإسم المقصور حاجة جديدة مختلفة هنتعرض للدرس نشوف الكلمة بتاعته بنية الكلمة نشوف إزاي تسنى إزاي تجمع في طالب هيقولك يا أستاذ تسنيه وجمع ما ده العملية سهلة أوي تسنيه هنزود ألف ونون أو ياء ونون حسب الإعراب جمع جمع مذكر سالم ونون أو وياء حسب الإعراب جمع مؤنس سالم ألف وإيه وتاء هقولك الوضع مختلف لأن الاسم المقصور أصلا آخر حرف فيه ألف بس ماشي مع بعضها الوضع مختلف لأن آخر حرف فيه ألف وعايزك كده تحفظ الاسم المقصور من خلال تعريفه اللي هنعرضه دلوقتي قدامك يبقى الاسم المقصور هو اسم معرب آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها زي كلمة فتى كلمة عصى كلمة أعلى كلمة عليا طيب أنت هتقولي إزاي بقى فتى دي آخرها ألف ما هدي اسمها ألف لينة تقطع بياء وتنطق ألف لكن ممكن تبقى مكتوبة ألف لينة زي فتى وأعلى وممكن تبقى مكتوبة ألف عادية زي عصى وزي إيه عليا خد بالك من التعريف عشان التعريف ده هو اللي هيشيل اللي هو اللي هيلغي الإشكاليات اللي ممكن تحصل معها اسمها أخرى إزاي إنت قلت لنا فتى أخره ألف لازمة آه طبعا شيل الألف كده هتبقى فتى مدتش أي معنى عصى هشيل الألف هتدقى عص مدتش معنى لكن تعال لكلمة كتابا أنا بزود ألف عشان التنوين شالها هتديك كتاب يبقى دي مش ألف لازمة يبقى كتابا ما تنفعش إيه معايا ردي طالب تاني قال لي يا أستاذ بقى أنا طالب شاطر وعارف إن الألف اللازمة يعني هي لازم تبقى موجودة ما ينفعش أشيلها لو شلتها المعنى مش هتديني المعنى المفيد أو هتغير الحاجة هقول لك آه طبقا يا أستاذ كلمة هذا وكلمة أنا ما هيأخيرها ألف ما قدرش أشيل الألف من أنا ما قدرش أشيل الألف من هذا هقول له كلام سليم بس شوف التعريف بقيته بقول إيه هو بقول اسم معرب وهذا وأنا هذا اسم إشارة وأنا ضمير ودي أسماء إيه مبنية يبقى تخرج منها الأسماء المبنية بلازم يكون معرب آخره ألف إيه لازمة مفتوح ما قبلها علامات إعرابه على الشمال هو بيرفع بضمة وينسب بفتحة ويجر بكسرة اللي هي العلامات الأصلية ولكن مقدرة يعني إيه مقدرة يعني لا تظهر في النطق يعني بقول جاء الفتى مش هتقدر تضم بقك وتظهر إيه الضم يبقى ما بتكتبهاش يبقى الفتى فاعل مرفوع بالضمة المقدرة وقابلت الفتى مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة وسلمت على الفتى اسم مجرور بالقسرة المقدرة ده كده بداية مدخل درسنا اللي هو الاسم المكسور عرفنا إعراباته هنشوف بقى إزاي يسنى وإزاي يجمع طالب بيقول لي يا أستاذ أنا باخد إعراب الاسم المكسور عشان هتبقى ديه علاماته في جميع حالاته وهقولك لا ديه في حالة الإفراط فقط لما تبقى الفتى لكن لو دخلت عليه علامة التسنية في الحالة دي هيرفع بالألف وينصب ويغرر بالياء يبقى فتيان فتيين حسب الإعراب ولو جمع مؤنة السالم هيرفع بالإيه بالضمة وهيجر وينصب بالإيه بالقسرة ويمكن ده يخلينا أقول أن في كلمة مرة وإحنا كنا في الحلقة الأولى تقريبا وإحنا بنعرف كلمة التغيرات قلنا أن التغيرات دي مفعول به منصوب أكيد مش بالفتحة لأنه مختلف وقلنا جمع تكسير لكن طبعا هو جمع مؤنة السالم يعني فيه كلام بيبان أن دي غلطة فعلا وفيه كلام بيبان أن هي بتبقى زلت اللسان فكلمة التغيرات هي جمع مؤنة سالم وقلنا أن هي منصوبة بالإيه بالقسرة لكن قيل أنها جمع تكسير سهوا وطبعا إحنا بنقولها دلوقتي عشان أبنائنا برضو ما يحصلش عندهم خلط طيب تعال نشوف بقى القعدة بتاعة التسنية بتاعة الجمع هو طالما انتقل من الإفراد إلى التسنية ياخد علامات إعراب المسنة إلى الجمع ياخد علامات الإعراب الجمع بنوعيه سواء كان جمع إذا جمعته جمع مؤنة سالم أو جمع مذكر سالم شوف كده معايا وانتبه وخلي أذنك أذن موسيقية لأن أغلب اللغة العربية تزوق قبل القعدة هنا بيقول تسنية وجمعه جمعا مؤنسا سالما يبقى أنا أول حاجة هتكلم على إيه هتكلم على المسنة والمسنة بيكون بالإيه بالألف والنون أو الياء والنون طيب وجمعه جمعا مؤنسا يبقى أنا حددتي يبقى قعدة المسنة وقعدة جمع المؤنس السالم قعدة وحدة طيب انت ليه يا أستاذ ما أسم لنا كده الألف سالسة وأكثر من سالسة هقول لك عشان خاطر يبقى عندك قعدة تمشي عليها لازم تبص الألف المكسور هل هي زي كلمة فتا فيه فاء والتاء وبعدين الألف يبقى سالسة ولا هل هي زي كلمة قبرى هنا الألف رابعة ولا هي زي كلمة مثلا إيه مهتدة الألف مثلا خامسة ولا زي كلمة مستزعة سادسة يبقى بنول إيه رابعة فأكثر أو نول عليها أكثر من سالسة إذا كانت الألف سالسة في الحالة ديت هترد لأصلها الوا أو الياء طيب إزاي يعني كلمة فتا هي أصل الألف ياء يبقى تردها تبقى فتايا خد بالك عشان تعرف تنطق فتايا ماشي وهتزود إيه الألف والنون في حالة الرفع يبقى فتيان والألف والإيه والياء والنون في حالة الجر يبقى فتيين النص بقى الجر طب لها جمعة جمعة والناس سالم هتقول فتيات طب عصى هقول عصوان وهقول عصوات ويمكن أغلب بنسبة كبيرة ممكن ما يخرجش من القعدة دي غير حاجات قليلة أوي لكن في السواد الأعظم إذا كانت الألف مكتوبة ياء زي كلمة فتا يبقى أصلها ياء وإذا كانت مكتوبة ألف زي كلمة عصى يبقى أصلها إيه قال واو يبقى فتيان في المسنة فتيات في الجمع وعصى عصوان وعصوات جمع المؤنس السالم طب لو أكثر من سالسة القعدة بتقول طقلب يا آه ريحتنا يا مستر دي كده ريحت الدنيا خالص آه قبرة اللي بها ياء يبقى كبري ماشي وزود الألف والنون يبقى كبريان زود الألف والتأ تبقى كبريات وهنا عايز أقول ملحوظة لأبنائي اللي هما بيجوا متعودين إن جمع المؤنس السالم لما بيجي مثلا يجيب له كلمة مدرسة يقول مدرسات طي اللي عملوا شال التأل ايه التأل مثلا أو يجي يسني مثلا كلمة ايه مدرسة يقول مدرستان سنة أو قلب التأل مربوطة إلى تأل مفتوحة يجي هنا في عصى يبقى عايز مثلا أو كبرة يبقى عايز يزود تأل كبرة بيقول ايه يقول كبرتان لا هي كبريان طيب وكبريات يقول كبرتات لا طبعا ما ينفعش هي الكبريات لأن الياء هنا أو الألف هنا اسموها ألف التأنيس المكسورة فهي علامة ايه تأنيس طب عشان خاطر ما نشتتش نفسنا القعدة تاني المسنة جمع المؤنس السالم إذا كانت الألف سالسة نشوف أصلها وو أو ياء طب إذا كانت الألف أكثر من سالسة تتقليب ايه هي وزود النهايات عادي اللي هي علامات الجامعة وعلامات التسنية تعالى كده نشوف كلمة هدى ونمشي سنة سنة افتكر معايا هدى الألف هنا ترتبها كام التالت يبقى نشوف هي أصلها ياء ولا واو طبعا هدى من ال ايه أصلها ياء يبقى إذا هنا تبقى تقليبها الياء وتزود الألف والنون في حالة التسنية تبقى هدايان وحالة جامع المؤنس تبقى هدايات تعالى العلا الألف اللي هنا دي أصلها واو لأنها جاي من العلوة تقليبها واو علو زود ألف ونون علوان زود ألف وطا تبقى علوات تعالى السلمة يا ترى هنا الألف أصلها واو واللياء رد واحد قال له ايه يقول له حاجة أصلها واو والألف هنا أكثر من سالسة والتسنى زحمد قال الألف أكثر من سالسة يبقى تقلب يا يبقى نقليبها يا سلمي حلو قوي ونقوم نزود ايه الألف والنون سلميان ونزود الألف والتا تبقى ايه سلميات ده مثال يوضح لك القعدة كلها هنا فهدى وعلى الالف ثالثة فهدى اصلها ياء ترد الاصلها الايه الياء وتزود العلامات الالف والنون الالف والتاء خلي بالك ممكن الالف والنون تبقى ياء ونون لو فيه اعراب مختلف طيب على بها تتقلب او ترد الاصلها الواو وتزود الالف والنون تبقى علوان او تزود الالف والتاء تبقى علوات لكن سلمة اكثر من ثالثة على طول تقلب ايه يا خلاص كده قعدة المسنة وجامع المؤنس السالم مفهومة ويفهمها لك أوي التلات أمثلة دولة طيب لا عايز بقى أجمع جامعة مذكر سالم الجامعة المذكر السالم بيكون بالو والنون أو الياء والنون وو والنون في حالة الرفع ياء والنون في حالة النصب أو الجر قالك ببساطة ما تدورش على الألف ثالثة ربعة خمسة ستة احذف الألف في جميع الأحوال وافتح الحرف اللي قبلها يعني كلمة أعلى شيل الألف وافتح اللام تبقى أعلى وزود الو والنون في حالة الرفع أعلى وزود الياء والنون في حالة النصب والجر وقل أعلىين ولما تيجي بقى نجيب المثال اللي في الناحية التانية كده بيقول لنا إن الأرقى خلقا هو الأعلى شأنا حطتك بقى في اختبار هنا مرتبط بالإعراب هو عايزك تجمع المثال دو تخد بالك أنا بجمع كل حاجة بما يليق بها الأرقى تجمع جمع مذكر سالم وهديك ملحوظة بعد شوية تفرق لك ما بين الكلمات اللي تجمع مذكر سالم واللي تجمع جمع مؤنس سالم إن الأرقى خلقا هو الأعلى شأنا طيب إحنا قلت لنا يا أستاذ إن الأرقى اسم مكسور ماشي ولما جا جمعه جمع مذكر سالم القعدة على اليمين هنحزف الألف الألف تبقى الأرقى وافتح اللي ما قبلها اللي هو القف تبقى الأرقى حلوة قوي وزود الوا والنون أو الياء والنون هنا هقول لك يا عرب إن الأرقى اسم إيه؟ اسم إن ماله اسم إن بيبقى منصوب يبقى هنا لما تبقى الكلمة جمع مذكر سالم هتنصب الياء يبقى إن الأرقين خلقا ها هو هتبقى هم هم إيه بقى؟ هم دي مبتدأ واللي وراها خبر بيبقى إيه؟ بيبقى مرفوع يبقى بالوا والنون هنحزف الألف نفتح اللام يبقى هم الأعلون شأنا يبقى إن الأرقين خلقا هم الأعلون شأنا هنا ده اختبار حقيقي ليه؟ لأن نجيب لك جملة وفيها إعراب يبقى هتطبق قعدة الجمع مع مراعاة علامات الإعراب ليه؟ إعراب جمع المذكر السالم تعال كده نشوف أمثلة تانية رضا آه الألف ثالثة أنا بجمع جمع مذكر سالم ما تفرقش معايا الألف ثالثة الألف عشرة جمع المذكر السالم الألف بتتحزف في جميع الأحوال وتفتح ما قبلها يبقى رضا حلو قوي وهتبقى هنا أقول رضون أو رضين أسمى هتبقى إيه يا أستاذ؟ شيل الألف افتح الميم يبقى أسمى أسمون أو أسمين مصطفى هتبقى إيه؟ مصطفون أو مصطفين على حسب الإيه؟ الإعراب طبعا عايز بقى أقول لك ملحوزة وركز معايا في الملحوزة دي فيه فرق أنه هو يجيب لك اختيارات على كلمة وقعة في جملة يبقى أنت مرتبط بالإعراب وونون ولا يأونون ألف ونون ولا آ يأونون لكن الألف والتقى ما فيش مشكلة إلا إذا كان في تشكيل ضمة أو كسرة لكن فيه فرق بقى أنه هو يجيب لك كلمة ويطلب منك تحطها في جملة هو يطلب منك أن أنت تحطها في جملة مثلا فجبت أنت مثلا كلمة الأسمة مثلا وعايزك تحطها في جملة خليك دايما عشان تسهل على أمورك تحاول تجيب الكلمة دي إيه مرفوعة عشان يبقى بالو والنون أسهل لك أو بالألف والإيه والنون ما تطلغبتش في حتة الياء والنون طيب هنا بقى الملحوظة دي مهمة قوي عايزك تركز فيها كويس هتسير أو هتزيل إشكاليات كتيرة عندك ملحوظة لجمع المكسور أنت قلت لنا يا أستاذ افرد هو قال لي اجمع وما حدد ليش مذكر سالم ولا مؤنس سالم هيقول لك اجمعها جمعا سالما طب إيه الضابط إيه المعيار هقول لك ببساطة انت هتبص للكلمة وهتوزنها في كلمات تمشي جمع مذكر وتمشي جمع مؤنس وفي كلمات ما ينفعش غير أن هي جمع مذكر وكلمات أخرى ما ينفعش غير أن هي جمع مؤنس طب إزاي بص القاعدة بتقول لك إيه ما كان على وزن أفعل أو ما كان على وزن فعل يجمعك على وزني فعليات يعني جمعته مؤنس صغرة فعلى يبقى فعليات خلاص مؤنس يبقى صغريات كبرى كبريات عزمة عزميات لكن بقى لو كانت على وزن أفعل يجمع على وزن أفعونة أو أفعين خد بالك أنا جبت لك القاعدة بس أنت مش واخد بالك تعال نشوف اللي على وزن فعلة هنا الألف ايه أكثر من ثالثة تقلب ياء وزود الألف والتاء يبقى فعليات ها الناحية التانية قالك ايه أفعل تبقى أفعونة أو أفعين هو حزف اللام أصلا اللي هي الألف زي أسمى وزود الو والنون أو الياء والنون وفتح الحرف اللي قبل اللام اللي هو قبل ألف المكسور اللي هي هنا الميم هتبقى أسمونة أو أسمين طيب تعال نطبق على ده قصوى انت ايه رأيك قصوى فعلا يبقى فعليات زي ما قلت لنا يا أستاذ يعني جامعي مؤنس يبقى قصوى قصويات طيب انت حضرتك جايب لنا فوق قصويان ليه من عشان يعرفك ان قاعدة المسنة ما بتتغيرش مع دي أو مع دي يبقى قصويان ده المسنة قصويات ده الجامع أقصى ها أقصى خلاص المسنة بتاعها أقصيان القاعدة حزفت لايه لا ده أنا رأى قلبت الألف الياء لكن لما جيت أجمعها جامع مذكر أو جامع سالم لقيت ان أقصى على وزن أفعل يبقى تجمع جامع مذكر سالم حزفت الألف حطيت وونون حطيت يقونون وفتحت طبعا اللي قبلهم يبقى أقصون أقصين كلمة مهتدى هنا في الحالة دي عادية ما فيهاش أي حاجة خارج طبعا القاعدة فحسب السياق فهنا لو جيت مهتدى تدل على مذكر هيبقى هقول المسنة أصلا مهتديان وهقول مهتدون أو مهتدين لكن لو هي بتدل على مؤنس يعني مثلا الفتاة مهتدية مثلا يبقى ألفتاتان مهتدين مثلا لكن أجي أجمع هقول مهتديات الفتيات مهتديات يعني دي تمشي دي ودي لكن هنا قصوى وأقصى فعلة وأفعل كل واحدة بتتجه في سكة تانية دي في سكة جامع المؤنس اللي هي فعلة وأقصى اللي هي أفعل تتجه إلى جامع المذكر السالم هلأ كده نشوف تدريب تقليدي يعني إيه تقليدي؟ يعني إحنا بنتدرب بس بالنشط نفسنا إحنا متعودين نمشي في النحو بتدريب نجيب تدريب كده نستخرج منه ونتدرب وبعدين نجيب تدريب على غرار أو على نظام امتحان آخر العام أو على نظام المنظومة التعليمية الجديدة مصر قبرى الدول العربية والمثل الأعلى لكل دولة تسعى لتحقيق أقصى أملها في الوصول لدنيا العولى حلوة وعايز إيه من الفكرة دي كل اسم مكسور ونجيب المسنة ونجيب الجامعة واخد بالك أنا ما قلت لكش جمعه مؤنس ولا مذكر أنت هتجمع بما يليق به فهنا أول حاجة مصره كبرى الدول العربية آه كبرى طيب يا أستاذ كبرى الألف هنا لما أجه سني الألف إيه؟ الألف أكثر من سلسة تقلى بياء يبقى كبري المسنة كبريان طيب الجامعة يا أستاذ هجمعها مؤنس ولا مذكر ما هي كبرى على وزن فعلة يبقى تجمع مؤنس استخد نفس قعدة المسنة يبقى هقل بالألف ياء يبقى كبري وزود الألف والتاء تبقى كبريات يبقى كبريان طيب أنا هنا مش مشى على الإعراب اللي في القطع عشان تبقوا فاهمين ولو مشى على الإعراب هي تقرب خبر فمرفوع فتمشي طبعا بالألف والإيه والنون لكن احنا هنشغل على الرفع طالما ما قالش سنيها في موقعها طيب هنا اللي بعدها السطر اللي بعده كلمة الأعلى آه الأعلى في التسنيه أعليان في الجامعة أعلى أفعلتو جمع مذكر يبقى في الحالة دي هحزف الألف وهفتح ما قبلها وهزود الواو النون تبقى أعلىون ماشي بعدها فيه أقصى وأقصى زي أعلى بالزبط أقصى يان أقصون بعدها فيه دنيا آه دنيا يبقى دنيا يان وفي حالة الجامعة يبقى دنيايات لأنها فعلة بس عايزك تفهم بقى معايا ملحوظة هنا في كلمة دنيا دي هنجيبها لك هنا بص هي دنيا أصلا أخرها ألف فيه كلمات زي دنيا زي عليا ماشي الكلمات دي قبل الألف المكسور في ياء فلما أنا بقلبها ياء بيبقى فيه عندي ياء ايه تانية اللي هي الياء اللي قبلها يبقى فيه عندي هنا ايه يبقى موجود ايه موجود ياءين الياء الأولى اللي هي في الكلمة والياء التانية اللي هي منقلبة عن ألف المكسور فيبقى قول دنيايان واقول دنيايات يبقى هنا فيه كميه فيه كمياء فيه إثنين خد بالك لما جي كمان بقى سنيها مجي أسنيها للمسنة كلمة دنيا ويكون منصوب أو مجرور هيبقى فيه ثلاث يقات هتلاقي طبعا حاجة مختلفة فأنت لازم تكتب الكتابة صح لأن هنا الدرس ده مش بيقيم على معرفة القعدة فقط بيقيم على النحية الإملائية كمان عشانها تفرق في الإعراب فممكن في الاختيارات يجيب لك أربع اختيارات واحدة فيها يقول لك دنيايين هي المفروض دنيايين زي ما هجيب لك كده في بعض الأمثلة طيب عندي علا آخر حاجة وعلا سلاسية الألف ثالثة يبقى لازم ترد لأصلها أصلها واو واللياء الألف هنا أصلها واو علا من العلو يبقى تتقلب واو وحط علامة التسنيع علوان أو علامة الجمع هنا طبعا علا مش هتجمع مذكر دي حاجات بقى أنت بتعرفها بالإحساس مش محتاجة حتة فعلة وحتة أفعل دي حاجات فيه هناك كلمات تجمع مؤنس وهناك كلمات تجمع مذكر ودي بإحساسك أنت وبتزوقك يبقى علوات تعال كده نشوف عزمة لو هسنيها خلاص حفظنا يا أستاذ عزميان هجمعها تجمع مؤنس تبقى عزميات طيب أعلى هسنيها أعليان هجمعها تجمع جمع مذكر تبقى أعلى لون دنيا فعلة يبقى تسنى دنيايان وتجمع دنيايات دي عادي احنا عرفنها طيب سني واجمع حلو بقى المثال ده واخد بالك ممكن يجي لك السؤال دوت في جملة مثلا يقول لك أنت الأعلى خلقا والأرقى شأنا يقول لك عند تسنية المبتدأ للمسنى المذكر الإجابة إيه ويجيب لك أربع اختيارات فأنا هنا جايب لك أربع جمل عشان تتضرب وهتركز معايا هدربك فيها برضو بالورقة والإيه والألم تعال نعملها بالورقة والألم وبعدين نشوف بعد ذلك على التابلت هتبقى شكلها إيه المثال بيقول أنت الأعلى خلقا والأرقى شأنا هنعدل الورقة دلوقتي عشان الناس تشوف يبقى أنت الأعلى خلقا والأرقى إيه شأنا تعال كده للمثال ده هو عايز إيه مني إيه عايز مني المسنى المذكر ماشي ما فيش مشكلة مسنى مذكر هنا المثال أصلا مفرد مذكر يبقى لما جاي سنيه مسنى مذكر هتبقى العملية إيه سهلة بالنسبة لي هو قال هنا إيه قال سني وأجمع المبتدأ المفروض أنا هجمع الأربع حاجات هجمعه في جميع الاتجاهات هنا أنت المفروض هتبقى إيه أنتما ماشي الأعلى الأرقى هما دول اللي فيهم الشغل خلقا شأنا هتكتب زي ما هي طب الأعلى هنا الألف إيه واحد يقول لي أستاذ واحد اثنين تلاتة أربعة خمسة ستة لا الألف هنا أكثر من سليسة لأن الألف ولا ما بتتحسيفش أعلى المهم إنها أكثر من سليسة تقلى بياء طب الكلمة موقعها إيه في الإعراب أنت مبتدأ الأعلى إيه خبري بأنتما الأعليان أنتما الإيه الأعليان خلقا ماشي ها والأرقى شأنا زيها بالزبط هتبقى الإيه الأرقيان ها الأرقيان إيه شأنا لأنه معطوف على مرفوع آدي قعدة المسنى الإيه المذكر طيب تعال نشوف قعدة الإيه الجامع المذكر جامع المذكر وخد بالك أنا ما قلتش هنا هجمعها جامع تكسير لا أنا بجمع جامع سالم كلامي كله على الجامع السالم يبقى أنت هتبقى إيه هتبقى أنتم حلوة قوي الأعلى قعدة جامع المذكر السالم بتحذف الإيه بحذف الألف وافتح ما قبلها يبقى أقول أنتم الإيه الأعلى تبقى ليه خطرت الو و النون عشان خطر هي مرفوعة خلقا والأرقى تبقى إيه والأرقون زيها إيه شأنا كده أنا في اللوحة دي جبت إيه جبت جامع المسنة المذكر وجامع المذكر في اللوحة التانية بقى هجيب لك حاجة تانية خالص إيهي تعالى كده المثال قالك أنت الأعلى خلقا والأرقى شأنا هو عايز المسنة المؤنس تب إزاي هجيب مسنة مؤنس لمفرد إيه مذكر هقولك ببساطة تحولها يبقى بدل أنت هتبقى إيه هتبقى أنت يبقى أنا كده بجيب المفرد الأول عشان خطر يبقى جابتي صح بدل أنت تبقى أنت أنت الأعلى مؤنس الأعلى إيه العليا يبقى أنت العليا والأرقى مؤنس الأرقى إيه الروكية يبقى والروكية شأنا دي أنا بجيبها لنفسي بجيبها لإيه لنفسي عشان هشتغل عليها أبدأ بقى أجيب لإيه أجيب المفرد أو المسنة المؤنس مسنة مؤنس خلاص أنت تبقى إيه أنتما والعليا هنا في جمع المؤنس الألف أكثر من سالسة تقلب ياء هيبقى عنده اتنين ياء يبقى أنتما عفوا عنده اتنين ياء أنتما العليا خلقا والروكية تبقى لإيه والروكييان برضو عنده اتنين ياء ايه شأنا وهكذا يبقى ده المسنة أنتما والأعلى بقت العليا عشان لما سنها تبقى العليا والأرقى بقت الروكية عشان سنها تبقى الروكييان ولما جي أجمع جمعة مؤنس سالم هذه الجمعة هوت المؤنس هتبقى ببساطة بدل أنتما هتبقى إيه أنتنة وبدل العليا هنا العلياين هتبقى إيه العليايات خلقا والركيا هتبقى إيه الركيايات إيه شأنا وهكذا طيب صعبة كده أنا حولتها هنا وهورها لك الناحية التانية بص كده في اللوحة بتاعتي أنا كاتب لك المسنة المذكر أنتما نقاط خلقا ونقاط شأنا وأنتما واحدة مذكر واحدة مؤنس وهنا قلت أنتم وأنتنا الشغل كله هنا في إيه في الأعلى والأركى لما جسني مذكر أهو أنتما الأعلياين خلقا والأركيان شأنا قاعدة عادية ما فياش أي مشكلة لما يجي بقى أسني مؤنس لازم أجيب المفردة المؤنسة لأنت العليا خلقا وجسنيها يبقى أنتما الإيه العلياين خلقا والرقيايان شأنا هنا أجمع جمع مذكر أنتم الأعلىون خلقا والأركون عادية وهنا أجمع مؤنس أقول أنتنا العلياين خلقا والرقيايات شأنا يا جملة بسيطة بس مرهقة شوية عشان عملية التحويل من المفرد للمفردة لكن طبعا أنتم بنسبة لكم الأمور دي سهلة على أبنائنا أبنائنا طبعا بيتميزوا بدرجة عالية من الزكاء فدي اللوحة اللي فيها الأربع جمل تعالا بقى نشوف أسئلة كده بقى على نظام أخر العام هذا بلد يسعى لتحقيق مناهل عظيم الاسم المكسور فيما سبق إيه طالب قال لي هذا عشان أخيرها ألف ما قدرش أشيلها قلت له ده اسم مبني والمكسور معرب يبقى نستبعد هذا طالب قال لي يسعى أول اختيار عشان أخيرها هي ألف لينة يسعى والألف هنا ما قدرش أشيلها هقول لك بس يسعى مش اسم يسعى إيه فعل يبقى ما تنفعش واحد قال لي كلمة مناه فرد اسميله قال له دي منتهية بالإيه بالهاء فقال له لا دي الهاء دي ضمير يبقى كلمة مناه أصلها مناه ومناه هنا اسم مكسور يبقى هنا كلها خطأ لا هنا الإجابة هتكون مناه هي الاسم المكسور طيب أنت الأرقى خلقا بين زملائك حلين زيها عند جمع المبتدأ عشان أعرفك ممكن تيجي إزاي جمع مذكر تصبح كلمة الأرقى هقول أنتم الأرقى الأرقى يا أستاذ أجمعها مؤنس ولا أجمعها مذكر هقول لك ببساطة أوزنها الأرقى أفعل بص طالما مش فعل يبقى تجمع مذكر الأرقى الأفعل يبقى أفعون أو أفعين طيب هنا مرفوعة يبقى أنتم الأرقون إيه اللي حصل شلت الألف وفتحت ما قبلها يبقى الأرقون الإجابة الخضراء هنا أنت الأرقى خلقا بين زملائك عند جمع المبتدأ جمعا مؤنسا يعني أصلا لازم أقول بقى أن هي كانت أنت الرقية أجمعها جمع مؤنس كلمة الأرقى لازم أردها الأول لفعلة تبقى الرقية وعمل إيه الألف أكثر من ثالثة تقلب ياء وزود الألف والتاء تبقى الرقية من فيهم الإجابة الأخيرة برضو الخضراء يبقى أنتنا الركيات خلقا بين زملائكنا ماشي نالت طالب الدرجة العظمى عند تسنية ما تحتها خدت بص هو لعب بيك هو ما قالكش هو جاي بالدرجة الدرجة دي على حاجة عادية جدا لأنها كلمة عادية مش اسمه مكسور فعادي الدرجة بتقلب التاء المربوطة التاء مفتوحة وتقول الدرجتان أو الدرجتين على حسب الإعراب هنا نالة فعل ماضي الطالب فاعل الدرجة مفعول به يبقى هتبقى منصوبة يبقى الدرجتين حلو أوي يبقى عندي إجابة واحدة مستبعدة اللي هي السفراء والتلاتة التانيين ماشيين معايا الدرجتين العظمى هنا نعت يبقى لازم تبقى إيه تبقى بالياء والنون في الحالة دي هتبقى منصوبة زيها طيب القعدة بتقول إيه الألف بتتحول إيه للياء وبعدين تزود إيه العلامة يبقى فيه اتنين ياء يبقى الدرجتين العظميين طبعا هنا وبيلغبطك الدرجتين العظمتين عشان انت تلاقي تاني وتاني طبعا إجابة خاطئة هنا الدرجتين العظمين اللي في الخضراء برضو خاطئة يبقى هي الإجابة البرتقالية يبقى الدرجتين العظميين هنا كتابا عصى أنا مستشفى فضلة كل ما سبق اسم مكسور ما عادة فيه كلمات اسم مكسور وكلمات مش اسم مكسور تعالا نمشي مع بعض هنا عصى وكتابا عصى دي مكسور يا أستاذ لكن كتابا مش مكسور لازم الكلمتين يكونوا مش اسم مكسور يبقى الإجابة دي ما تنفعش أنا وفضلة أنا مش اسم مكسور بس فضلة اسم مكسور ما تنفعش مستشفى وأنا أنا مش مكسور لكن مستشفى هنا هتبقى اسمه مكسور لكن كتابا وأنا هي الإجابة الخضراء هي الإجابة المشار إليها طب كده إحنا خلصنا درس النحو وانتقلنا من النحو إلى قبل ما ناخد نص مصر مطلع البدور لازم ناخد المرحلة الأدبية اللي قيلة فيها هذا النص إحنا شغالين في العصر العباسي خدنا الشعر النهاردة هنتكلم عن النسر في العصر العباسي عشان نقفل العصر العباسي وزي ما قلت لكم هو أطول عصر العصرين اللي جايين حاجة بسيطة ولكن العصر العباسي طويل شوية طيب تعالا كده نشوف النسر في العصر العباسي تطور النسر وتنوع بين احنا خلاص عارفين الفرق بين الشعر والنسر الشعر كلام موزوم مقفى النسر كلام مرسل خالي من الوزن والقافية وفيه هناك فروق أخرى مش في موضوعنا لكن اللي أنا عايز أقوله ان انت تقدر تميز بين بيت الشعر وبين النص النسري الأدبي هنا النسر تنوع بين الخطابة والكتابة والرسائل وطبعا احنا عارفين الكلام دو من الفصل الدراسي الأول عارفين ان الخطابة فنون شفاهية والكتابة والرسائل فنون تعتبر فنون كتابية بتكتب ولا تقال فقط طيب هنا ظهر نوع جديد من الرسائل يسمى الرسائل الوصفية الرسائل الايه؟ الوصفية وكلمة وصفية يعني بتصف هو نوع من النسر الفني ده تعريفه فممكن يجي يقولك استبدل المفهوم بالمصطلح الأدبي أو بالقالب النسر الخاص به ويجيب لك مثلا ويقولك فن أدبي يقال مشافهة للإقناع والإمتاع والاستمالة يبقى الخطابة أو الخطبة مثلا يقولك فن النسري يهدف إلى الخير وينقل تجربة من هو أكبر سنة إلى ما هو أقل منه يبقى الوصية هنا يقولك نوع من النسر الفني يعبر فيه الكتاب عن أنفسهم بما فيها من أحسيس ومشاعر وتجارب عاشوها ومواقف عصروها وتعبر عن ذات كاتبها وبراعتها يبقى الرسائل الوصفية خصائص الرسائل الوصفية تأثر بالقرآن الكريم التدخل مع الشعر واستخدام المحسنات البديعية والاعتماد على الإسلوب الخبري وده ساعد بيجي سؤال لوحده بما تفسر اعتماد الرسائل الوصفية على الإسلوب الخبري هتقول لأنه يلائم الوصف لأنه يلائم الوصف تعال كده نشوف سمات النسر في العصر العباسي سولة الألفاظ وضح المعاني وضح الفكر وقسرة المحسنات والتأثر بالقرآن الكريم دي سمات النسر بصفة عامة وهنا قسر الجمل والفكرات وقسرة الأساليب الخبارية وده الإجابة بتاعتها لمناسبتها للوصف دي كانت سمات النسر في العصر العباسي وقلنا أن أبرز نوع أو فن نسري كان الرسائل الوصفية وطبعا هنا هنتكلم طالما دخلنا في العصر العباسي العصر العباسي في جزء منه اسمه عصر الدويلات عصر الايه؟ الدويلات اللي هو بدأ كل إيه؟ بدأ كل حاكم إمارة يستقل بإيه؟ بإمارته ويصنع دولة إيه؟ ويؤسس دولة أخرى زي الدولة الإيه الأيوبية والدولة الحمدانية في دولات كتيرة فسموه عصر الدويلات عشان أن هي دويلات إيه؟ صغيرة وطبعا كانت وغدى نفس هيكل الدولة شعراء وأودابات وفيها نهضة إيه؟ علمية ولكن طبعا ده بيفكك الدولة العباسية شوية لأن طبعا لما يكون كلها دولة واحدة تبقى أقوى لما تبقى كلها مقسمة لدولات يضعفها من الناحية السياسية هو قوها من الناحية العلمية ومن الناحية الأدبية لأن كل أمير دويلة عايز دويلته تبقى أقوى من التانية فكان فيه تنافس ولكن على المستوى السياسة هم أصبحوا إيه؟ متفركون طيب هنا ماذا جانا الكتاب في الدولة الإيوبية؟ ومن أشهرهم؟ طبعا جانوا سمار النهضة الفنية من من سبقهم وأشهرهم العماد الأصفهاني وكان كاتبا في ديوان الرسائل في عهد صلاح الدين الأيوبية إذن العماد الأصفهاني كان كاتب في ديوان الرسائل في عهد صلاح الدين الأيوبية وهو أشهر الكتاب يبقى لازم طبعا ما يمرش برور الكرام لازم نخد له إيه؟ نخد له قصيدة أو نخد له عفوا نص أدبي بعنوان مصر مطلع البدور وهو رسالة وصفية يصف فيها مشاعره تجاه مصر وأهلها وما لقاه فيها من حسن معاملة وما شاهدوا فيها من خيرات إيه عديدة ومن علماء ومن أصحاب المكانة العليا الذين يتقدمون السفوف هو مؤرخ وأديب وشاعر عصر الدولتين الدولة النورانية لنسبة إلى نور الدين بن عماد الدين زنكي اللي هو أستاذ صلاح الدين والدولة الأيوبية ورفق صلاح الدين الأيوبي في حياته ومعاركه طبعا عشان لما بقوله هو أستاذ صلاح الدين بعض الناس تقولك إحنا ما سمعناش عنه على أساس إيه إن هما ما دارسوش تاريخ كويس ففي دماغهم إن خلاص صلاح الدين هو اللي بيؤرخ بأنه انتصر على الصليبيين لما وحد مصر والشام الفكرة أصلا كانت فكرة نور الدين هو الذي جاء بصلاح الدين وكان رئيسا للشرطة في بغداد واجه أرسله إلى مصر مع ابن أو مع عمه أسد الدين شريكو اللي يقوم بفتح مصر اللي يضموها إلى الشام ونجحت بعد سلاس محاولات واستطاع صلاح الدين بعد موت نور الدين أن يوحد مصر والشام ويحقق حلم أستاذه واستطاع أن يهزم الصليبيين خد بالك هو صلاح الدين أصلا مش مصري ولكن عربي وكلنا نفخر بعروبتي جاء صلاح الدين إلى مصر وأي أمير بيجي أي حاكم بيجي بالطأم بتاعه فجاي بالكاتب بتاعه اللي اشتغل معاه اللي هو عماد الدين الأصفهني كان من كتاب صلاح الدين فنشوف بقى هنا في النص ده بيقول وأنا مبتدئ بالديار المصرية اسمها مصر مطلع البدور وكلمة البدور هنا اللي هي الأقمار طبعا كلنا نقول لحنا ما عندناش غير أمر قمر واحد يبزغ في السماء أقول لك بس مصر فيها العديد من الأقمار ويقصد بالبدور هنا اللي هم علماء مصر الذين أناروا العالم العربي والوطن العربي بإيه؟ بعلمهم وأنا مبتدئ بالديار المصرية يعني بيقول أنا هبدأ بالديار المصرية أنا أجيب لك فكرة لامتزاجي بأهلها اختلاطي بأهلها وابتهاجي فرحتي بفضلها واطلاعي على فضائلها واطلاعي بفواضلها ودخولي إليها في خدمة سلطانيها يبقى هو دخل مصر في ركاب صلاح الدين ليقوم بخدمته لأنه كان في ديوان الرسائل وخروجي منها بشكر إحسانها وأنا بشكر حسن معاملة أهلها وفضلها علي ومقامي فيها أخذ بالك لك أنتكلم في الحتة دي هو قال لك الدخول والخروج وبعدين بيتكلم عن الإقامة بقى أترفرف على محاسنها يعني كان كالطائر الذي يرفرفه ويطير أينما كان ويطير على أي زهرة وعلى أي شجرة ويأكل من خيرتها فهو كان يأكل من خيرات مصر ويعيش في فضلها ونعيمها وأترشف من عزبها وآسنها ترشف هنا يعني يتمصمص ودي خاصة بالمية من عزبها وآسنها يعني بيتكلم أنه كان بيستمتع بمياه من مصر أكيد لا ما يقصدش كده لأن عزبها يعني المية العزبة وآسنها يعني الماء العفن أو الماء اللي هو له رائحة وأكيد هو ما يقصدش كده ولكن يقصد أن مصر جميلة في حالة الشدة والرخاء في حالة جماله الحياة وطيب العيش وفي حالة الضيق أو ضيق الرزق وأتحلى بعقود جواهرها وأتملى من سعود زواهرها تعال بقى هنا عاطفة الكتب في الفكرة الرجل اللي يقولي الكلام ده نفوره من مصر أكيد لا كراهية أهلها برضو لا حب مصر وأهلها السخط والضجر طبعا أكيد حب مصر وأهلها دي كانت عاطفة الشاعر في الفكرة السابقة علاقة جملة الامتزاجي بأهلها بما قبلها هي بينا أولا الامتزاجي يعني علشان امتزاجي بين النهاء إيه بس عموما لازم نتأكد هي تعليل ولا نتيجة ولا تفصيل ولا توضيح أبنائنا اللي موضوع الجمل ده بيتعبهم إحنا قلنا قبل كده لو هي بمعنى علشان يبقى تعليل تعال كده نشوف وأنا مبتدئ بالديار المصرية لماذا بدأت بالديار المصرية علشان امتزاجي يبقى الامتزاجي بأهلها يبقى دي تعليل لما قبلها طيب بين اطلاعي على فضائلها ودأطلاعي بفواضلها دول جملتين في محسن بديعي هل هو جناس ولا هل هو سجع ولا هل هو ازدواج ولا هل هو كل ما سبق تعال نشوفها في موضعها لأن الحكم بالإيه بالحقيقة مش بمجرد بالسماع هنا يقول إيه واضطلاعي على فضائلها خلصة الجملة واضطلاعي بفواضلها خلصة الجملة تعال لك ده نشوف اطلاعي والطلاعي وفواضلها وإيه وفضائلها بينهم جناس ناكس ماشي وما بين جملة اللي هي آخرها ايه فضائلها فواضلها دي نهاية الفواصل بنفس الحروف ده سجع تمام والجملتين فيه بينهم مسوافة طول ورانين الموسيقى اطلاع على فضائلها والطلاع بفواضلها يبقى فيه سجع وفيه ازدواج وفيه جناس يبقى كل ما ما سبق الاسلوب السائد في الفكرة اسلوب ايه هل هو خبري ولا انشائي ولا علمي ولا الاولى والتانية الاولى والتانية اللي هي خبري وانشائي انه هو يبقى سائد دي صعبة لان استحالت ايه تأكيد الشيء وعكسه في نفس الوقت ده التفكير العلمي طب تعالنا جدا نجيب الفكرة هنا انا ممرش علي اي اسلوب انشائي يبقى الاسلوب ايه يا شباب يبقى الاسلوب طبعا اسلوب ايه خبري أما حتة الإسلوب العلمي والإسلوب الأدبي ده إسلوب الكتابة هل هي مكتوبة بإسلوب أدبي وإسلوب علمي وطبعا ده مش موضوعنا طيب طيب نشوف الحتة اللي جاية دي بس الأول نشوف بنتنا هاجر من القليوبية السلام عليكم يا هاجر عليكم طيب هاجر تتصل تاني وإن شاء الله ترجع لنا المحسن البديعي بين عزبها وآسنها عزبها وإيه وآسنها أنا بقول إيه أترشف من عزبها وآسنها أنا وضحت قلت المياه العزبة عكسها المياه الآثنة اللي هو الماء الآثن اللي هو الماء الراكد الماء العطن هو طبعا قلنا ما يقصدش كده هو يقصد في حالة الشدة والرخاء يبقى إذن هنا جناس ولا سجع ولا ازدواج ولا تباق طبعا الإجابة إيه تباق يبقى عزبها وآسنها بينهما تباق هيا نشوف سؤال تاني على ما ترجع لنا هاجر إن شاء الله نوع الخيال في أطرف رف على محاسنها محاسنها هنا هاجر رجعت تاني السلام عليكم يا هاجر عليكم السلام أنت تخضط يا هاجر أول مرة وصيبت السماعة ولا إيه اللي حصل لا والله طبعا لا بيصدقيني كان بيهزر معاك طبعا ايه أخبارك متابعانة وبتستفدي آه الحمد لله أنا على فكرة أعرف حضرتك لأن حلولك بتيجي مدرسة السلام آه آه تمام دي مدرستي أصلا السلام السنوية يا بنات دي مدرستي بقى بس يعني أنت أصلا من المدرسة أيوة أنا في قول أربعتاصر طب يا هاجر خلاص اسأليني بقى السؤال اللي انت عايزاها عشان ما يبقاش بقى أن احنا بقى اللي بسلطينك تتصل بينا ولا حاجة والله دي دي مصطفة بس مصطفة سعيدة طبعا سعيدة يا هاجر باتصالك آه عندك سؤال ولا حاجة بقول لحضرتك أنا أنا كان عندي سؤالة ملحقتش حضرتك وحضرتك بتعرف الاسم المقصور أنا حضرت من أول تمام بدأت التقلو إيه تقول الإعراب والو والنون والآه كده ماشي يا هاجر مفيش مشكلة قوليلي إيه السؤال اللي هو يعني الاسم المقصور مش عارفة مش عارفة تعريفه إيه طيب بص يا هاجر وانت معايا كده طيب بصي كلمة زي دي كلمة زي هذا كلمة زي أنا كلمة زي فتى ماشي القاسم المشترك أو بلاش فتى خليها عصى سيبك من فتى دي هذا أنا عصى التلاتة انتهوا بحرف الإيه لأ أنا عايزك تسمعيني من التلفزيون من التلفون مش بالتلفزيون وات التلفزيون هذا وأنا وعصى انتهى بحرف الإيه الألف انتهى بإيه هاجر بالألف بحرف الألف تمام كده ماشي هنا الاسم المقصور أخره إيه ألف اسم معرب طب هذا اسم معرب ولا أنا اسم معرب طبعا لا لأن هذا وأنا دي اسم مبني يبقى ما ينفعش نطبق على عصى اسم معرب أخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها عصى الصاد هنا إيه مفتوحة يبقى عصى هنا اسم معرب آخره ألف لازمة مفتوح ما إيه ما قبلها أي اسم تنطبق عليه الشروط ده يبقى على الفور كده هكتبها لك بالأحمر يساوي بقى إيه يساوي اسم مقصور يبقى الاسم المقصور لازم يكون معرب لازم يكون أخره ألف لازمة يعني معناها أني مقدرش أحذفها زي كلمة كتابا أخيرها بقى والألف دي للتنويق للتنوين ويكون مفتوح ما إيه ما قبلها تمام يا هاجر؟ شكرا يا هاجر سعيد بيت صالك وتابعينا لآخر الحلقة طيب نكمل كده بقى مع بعض ونشوف نوع الخيال في أطرفرف على محاسنها طبعا هنا ده حاجة أنا جاوبتها معلش أرجع لها أطرفرف على محاسنها هو صور هنا إيه؟ صور نفسه بالطائر أطرفرف كأنه طائر بيرفرف يبقى يصور نفسه بالطائر الطائر مش موجود إذن هنا دي استعارة إيه؟ مكنية يبقى الإجابة هتبقى استعار ماشي طيب هنا ما رأيك في ترتيب الكلمات التالية؟ دخولي خروجي مقامي آه إن أنا قلتها لكم أنا لما أجي أحكي لكم عن مكان أنا سعيد فيه هحكي لكم أن أنا دخلت المكان وبعدين أقول لكم عشت فيه إزاي؟ يعني دخلت أمتى؟ عشت فيه إزاي؟ وخرجت منه إمتى؟ هو هنا قال دخولي وبعدين قال خروجي دخولي في خدمة سلطانيها وخروجي بإيه؟ بشكر إحسانيها وإيه؟ ومقامي وبعد كده يعني اتكلم عن إقامته فيها طبعا الترتيب هنا غير دقيق غير منطقي أهي في الفكرة أهي؟ مقامي فيها أطراف رفعالها محسينها يبقى إيه؟ هنا ترتيب غير دقيق ليه؟ كده يجب الحديث عن إقامته في مصر قبل خروجه إيه؟ بينها يعني يقول دخولي خدمة سلطانية وإيه؟ ومقامي كذا وخروجي كذا طيب أنا من خلال الفكرة السابقة وضح سمات إسلوب الكاتب لأنه مش لازم إيه؟ أنت في الامتحام بيجي لك فكرة واحدة فقال لك هنا وضح سمات إسلوب الكاتب طبيعي أنت هتبص للفكرة كده وتلمح بعينك في أساليب إنشائية ولا ما فيش فيك أساليب خبرية ولا ما فيش من فيهم أكتر؟ المحسنات البدعية كتيرة ولا قليلة متكلفة ولا غير متكلفة الألفاظ واضحة ولا مش واضحة الأفكار متربطة الفقرات قصيرة ولا طويلة كل الكلام ده عشان تقوله هنا قصرة المحسنات البدعية هو جاي محسنات البدعية كتير قصر الفقرات حتى بيجيب لك فقرات قصيرة قصرة الأساليب الخبرية وده لمناسبتها الوصف وطبعا دي كتسمات الإسلوب الكاتب الفكرة الثانية بقول ومصر مربع مش مربع مربع الفضلاء ومرطع النبلاء ومطلع البدور اللي هم العلماء وموضع الصدور اللي هم الأشخاص اللي هم أصحاب المكانة العليا بيبقوا في صدور في صدر الصفوف يعني متصدرين الصفوف في الأماكن العليا في أي مكان وأهلها أسكياء يعني سريع الفهم وأذكياء ودي أسكياء التانية بمعنى الطهر والنقاء يبعد من أقوالهم وأعمالهم العي والعياء يعني ناس أقوالهم فصيحة ما عندهمش عجز في التعبير لسيما في هذا الزمان المذهب بدولة مولانا الملك الناصر صلاح الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين أبي المظفر يوسف بن أيوب ودي المفاجأة اللي فيه كتير ما يعرفهاش أن صلاح الدين أصلا اسمه يوسف اسمه إيه؟ يوسف طيب يبقى إذن هنا في الفكرة ديه هو بتحدث عن مصر ومكانتها العظيمة علمائها وعظمائها الذين يتصدرونها صفوف الوطن العربي يتميزون بالزكاء والطهر والنقاء فصحته القول وبيؤرخ لأن أعظم فترة من وجهة نظره أنه ما عاشي في مصر غير في الفترة ديه ما عاشي في مصر غير في الفترة ديه اللي هي الفترة إيه؟ فترة إيه اللي كانت العصر الزهبي اللي كان بيحكم فيه صلاح الدين إيه الأيوبية إيه مصر طبعا هتقول لي ما هو الكلام هو كاتب إيه السلطان ففيه حتة متح فيه حتة فخر بيه أقول لك ده حاجة مبالغة حتى لو مبالغة مقبولة لأنها في مجال الفخر وطبعا لا ينكر أحد فضل صلاح الدين على الوطن الإيه العربي أو على العرب وانتصار في معركة وفي موقعة إيه حتين وهو كان الكاتب والمتح يعني مش مبالغ فيه إيه أوه هو بيتكلم عن فترة كانت فترة زهبية هو عصرها إحنا ما عصرناهاش فمنقدرش إن إحنا نراجع هذا الرجل طيب تعالوا بقى نشوف نوع الكناية هو قال الملك الناصر ها الملك الناصر ده لقب زي ما أقول مثلا الفاروق لقب عن سيدنا عمر بن الخطاب يبقى الملك الناصر ده كناية عن شخص اللي هو صلاح الدين يبقى أنا أجيب إيه صفة وأصد الموصوف يبقى كناية عن موصوف المحسن البديعي بين مربع ومرطع مربع وإيه ومرطع جناس ناقص ولا سجع ولا تصريع ولا جناس إيه تام خد بالك مربع ومرطع إذن هنا الكلمتين يشبهوا بعض خد بالك أهم حاجة وجودها هما جئين وراء بعض يعني مش نهاية جملتين فمنفعش إن أنا أقول عليهم إيه سجع صحي كده ومنفعش أقول تصريع لأن التصريع لا يأتي إلا في الشعر فقط يبقى مربع ومرطع ده جناس طب ناقص ولا تام هما مزي بعض بالزبط يبقى جناس إيه ناقص وأنا جايبها لك في الفقرة هنا عشان تتأكد من إيه من إجابتي يبقى جناس ناقص نوع الخيال فيه البدور البدور يا شباب هنا هو إحنا اتفقنا البدور اللي هي الأقمار ويقصد بإيه بعلماء مصر الذي أناروا سماء الدول العربية أو سماء الوطن العربي الإسلامي في هذه الفترة يبقى هنا شبه العلماء بالأقمار العلماء مش موجودين يبقى غلط صحي تبقى استعارة تصريحية يبقى هنا استعارة تصريحية فضل الكاتب الإسلوب الخبري أو الأساليب الإسلوب الخبري لمناسبته لإيه قلتها لكم الإسلوب الخبري يا جماعة مناسب للوصف مناسب للاإيه للوصف نوع المحسن البديع بين أسكياء وأذكياء خد بالك اللي اتنين مش زي بعض حرف الزل وحرف الزاي اللي هو حرف الزيل هنا يبقى فيه اختلاف يبقى جناس إيه جناس ناقص واحد يقول لي والمعنى مختلف آه طبعا لأن أسكياء الأولى جاي من الزكاء الفهم والتانية جاي من أنه الزكي يعني طاهر وإيه ونقي وهنا أسكياء وأذكياء هتبقى إيه جناس ناقص ففي أيامه الزاهرة ودولته القاهرة أشرقت الأرض بنور ربها وهبت الأرياح من مهبها ورفعت معالم العدل والعلم وخضعت دعائم الجهل والظلم واتضح الحقه واتضع الباطل وعز العالم وزل الجاهل آه حلوة أوي الكلام ده هو بقول إن أيامه كانت أيام زاهرة أيام زاهية يعني بمعنى صح ودولته القاهرة إن مصر في هذه الحجبة التاريخية القديمة كانت دولة لإيه لا تقهر وإن شاء الله مازالت وستزال أشرقت الأرض بنور ربها يعني معناها انتشر العدل في المكان وهبت الأرياح من مهبها يعني الأمور ماشية بنظامها الطبيعي والعلم كان ليه قيمة والجهل طبعا مالوش أي قيمة إذن هنا هو حدث خط تحت أيامه الزاهرة ودولته القاهرة خد بالك في بينهم جناس أنا شايف كده وفي بينهم سجع شايف كده وممكن يبقى فيه كمان يزدواج بس نشوف الاختيارات إيه هنا جناس وطباق ما فيش طباق جناس وسجع آه طباق وسجع لأ جناس تم بس لأ يبقى جناس وإيه وسجع طيب نشوف هنا نوع المحسن البديعي في قوله عز العالم آه العالم عاش في عزة وزل الجاهل الجاهل عاش في زل وده مكانه الطبيعي يبقى دي إيه دي مقابلة بين الجملتين يعني عايز يقول إن كان فيه تقدير للعلم يعني نوع الخيال في أيامه آه هو حكم أيام صلاح الدين لا حكم سنين إذن الأيام هنا جبت أيام وأنا ما أقصدهاش أقصد حاجة تانية يبقى الأيام جزء من الإيه من السنين يبقى ده مجاز مرسل وده اللي هيبقى موضوع حلقتنا إن شاء الله الإسبوع الإيه القادم أنا عارف إن المجاز المرسل من الدروس اللي بيستنها الطلبة عشان عايزين يفهموها فبعلن هومن دلوقتي إن الحلقة القادمة يبقى فيها المجاز الإيه المرسل مع الاسم المنكوس طبعا المنكوس غير المكسور درس أخر طيب يبقى أيامي هنا مجاز إيه مرسل آه نشوف فكرة أو سؤال تاني أشرقت الأرض بنور ربها يبقى دي كناية عن انتشار العدل وده خلي بالكو هنعرف دلوقتي إن هو إيه إن هو تأثر بس تأثر إيه بعد ما نشوف السؤال ده أشرقت الأرض بنور ربها هيدل القول السابق على سمة من سمات إسلوب الكاتب إيه هي اللي هي التأثر التأثر بإيه التأثر بالقرآن الكريم طبعا خدنا ثلاث حاجات ولسه الحمد لله إن شاء الله ربنا نبارك في وقتنا فإحنا متفقين دايما في آخر كل حلقة حسب الوقت اللي فاضل خمسة تلاتة أربعة عشر أي وقت بنخصصه للقصة وفي بعض الطلاب قالوا هي عملين يتسألوا ويكتبوا هي القصة جاية القصة جاية أنا مش عايز أسير بلبلة يا جماعة ولا عايز أسير قلق ولكن أنا قلتلكوا كل ما هو مقرر دراسي لازم أشرحه القصة تيجي ما الجيش ده مش موضوعي لإن إحنا عايزين نتلافى حتة اللي حصل مع طلاب الصف الثاني بعضهم ماهتمش بالقصة جات القصة مش بشكل قصة ولكن جات في موضوع تعبير فأنت ممكن يجي لك موضوع تعبير ويقول لك اكتب عن شخصيات القصة مثلا زي عنطرة مثلا بن شداد زي الشخصات اللي نقولها بسطام بن قيس عمر بن مالك فأنا هشرح لك إن الحمد لله لإيه القصة كلها إن شاء الله هذا الفصل الدراسي إحنا كنا وقفنا عند الفارس النبيل اللي هو بسطام بن قيس وقلنا إن اضطربت حلت شيبان وقلقت بسبب إن بسطام رح يقاتل عنطرة بتحريد من مين من عمر بن مالك لإن قال له كده بن مصب شهتقدر تتجوز عبلا طول ما عنطرة عايش فرح عشان خاطر يقتله طب قيس بن مسعود أبو بسطام خاف ليه رغم إن ابنه فارس شايبان ما فيش مشكلة بس هو ابنه مش قد عنطرة بن شداد وقلنا إن ابنه فارس لكن عنطرة أبو الفوارس هو كان بيجهزوا إن هو يبقى فارس قلنا الكلام دا الحلقة اللي فاتت وقفنا على اللوحة دي إن هو أبوه لا أمه خايف عليه من خشونة الفروسية فدللته بين النساء والفتيات أبوه قد غضب غضبا شديدا وقرر أن يعاقب أمه على ذلك حتى لا يشب الغلام طريا ضعيفا فالأم تلافت الأخطاء وتدركت الأمر وأرسلته فين أرسلته إلى أخواتها أو إخوتها بتميم ليخرج مع فتيانهم للصيد والغزو حتى شبه فارسا لا يخشل القتال بسطام يعود لقومه تظهر فروسيته يتقدم السفوف في الشدائد خلاص بقى إيه هو الأمير المحتمل فالأب انزعج على ابنه لا دهنا لازم ألحقه قبل ما يحارب عن طرى خرج في أهله لعله يمنعه الأم خرجت خلفهم تبكي تبكي ابنها وكأنها سكلته أي فقدته عمر أراد الخروج معهم فرده قيس بعنف يعني عمر بن مالك رايح يقول لهم أجا دورت من تلبعته هو الراجل عايز يقوله كده تأتي للأتيل وتمشي في جنسته فطبعا هنا رده ردا عنيفا وقرر أنه عندما يعود سوف يرد جوار مالك وأسرته يعني يطرد مالك ابن قراد وابنه والعيلة بتاعته عشان انتوا كده كده كنتوا مصدر شؤم للقبيلة وممكن تسببوا في أزية ابنه قيس ابن بسطام ابن قيس طيب تفرق العبيد نحن عارفين بقى أنه عند العرب كان فيه خبراء بقى بتقصي الأثار يبحثون عن أثار فرس سيدهم عاد أحد العبيد مسرعا وهو يهتف أبشيره بسلامة سيدي بسطام معنى أن بسطام سليم ده قتال حتى الموت يبقى عن ترى مات فصح قيس أو قتل عن ترى رد العبد بل لم يقتله عن ترى ده عن ترى اللي عافي عنه ومرضيش يقتله العبد بقى يخبر سيده قيس بإنه إيه بالحقيقة بقى قال له بقى إيه إنه شاف سيده بسطام مقيدا بالحبال عند عن ترى يعني العبد كل اللي شافه أن بسطام مقيد بالحبال بس كان سليم لم يصبه إيه شاي طبعا الحكاية العبد مش هيحكيها او حتى لو العبد هيحكيها الرجل هيسمع من ابنه بعد كده ايه اللي حصل الخبر اليقين اللي جاء اني بستم بخير فبالتالي ايه بقى اللي هيحصل او هنعرف ايه اللي حصل في الفقرة دي القصة بقى قصة المبارزة طب نأجل قصة المبارزة ان شاء الله للحلقة القادمة برضو في الوقت المتيسر في اخر الحلقة اشكركم ابناء العزاء على حسن استماعكم اشكر زملاء العاملين بقناة مصر التعليمية على جهديهم الوفير واسأل الله عز وجل ان يحفظ بلدنا مصر من كل سوء ومن كل داء وان يكون النجاح حليفكم دوما ايها الابناء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته